بعد فرض عقوبات أمريكية وبريطانية وهو الخاص بمصطفى عياش اللي هو مؤسس ورئيس مؤسسة غزة الآن على الرغم من أنه الراجل ده صحفي النمسا بتطالب بحرية الصحافة ولكن هناك اتهامات مباشرة لهذا الشخص دهموا منزله خدوا هواتفه المحمولة الأجهزة الإلكترونية في بيته هل فيه تناقض هنا في عملية التعامل في النمسا بين حرية الصحافة والاتهام بالإرهاب وهو متهم أنه دعم أساس الحماس سؤال دقيق للغاية أستاذ مدوح فعلا سؤال دقيق وفعلا يجب أن نتوقف عندهم خلينا نأخذ الموضوع من الشق الأول الشق الأول تقول الخبر يقول الذي نشرته صحيفة كورونا قالت أن المخابرات المساوية قامت بمداهمة منزل مصطفى عياش نعم الذي هو لديه منصة غزة الآن التي يوجد عليها على تويتر أو على موقع X أكثر من 300 ألف متابع فبالتالي على ما يبدو أنه أن هذا الموضوع فعلا لا أن سلطات المساوية لا تقوم باقتحام منزل أو شقة أو أحد ما إلا عند ورود معلومات محددة وهالمعلومات التي وردت أن أمريكا وبريطانيا هذا الشخص عندهم فرضوا عليه عقوبات وإضافة على ذلك أنه عندهم معلومات أنه متهم متهم بتمويل أو بإرسال أموال لتنظيم حماس متهم يعني بشكل أو بآخر يعني بأنه يدعم أديولوجيا حماس يجمع تبرعات يجمع تبرعات بضبط يعني هذا التمويل قال أيضا أن بأمريكا تم تجميد أصول معينة له طب هذا الشخص لاجئ أنا هذا اللي بدي أفهمه هذا الشخص لاجئ كيف أصبح له أصول كيف لا أصبح له هذا الامتداد السؤال هنا أستاذ ممضوح هؤلاء الأشخاص بغض النظر اتفقنا أم اختلفنا مع قضاياهم أو مع الطريقة التي يعملون بها طبعا أنا راقبت اليوم دخلت صراحة على صفحة مصطفى عياش على تويتر وحاولت أني أنظر أنظر فعلا ما هو الفحوة ما هو المضمون الذي يقوم بنشره هو فعليا يقوم بنشر الفيديوهات المتعلقة بما يحدث في غزة المجازر المجاعة الآلام الضحايا التي يعني التي فعلا التي تحصل اليوم في غزة ولكن هذا الشخص هذا الشخص هذا انضوح كما قال حزب الحرية كيف هؤلاء الأشخاص موجودين هنا في النمسا حزب الحرية تساءل نعم لا هذا بيطالب هو وأمثاله أي حد يوجد خلل على ما يبدو يوجد خلل كبير في الجهاز الأمن الداخلي حتى يوجد هؤلاء الأشخاص ويستطيعون تأسيس هذه القاعدة الشعبية اليوم في النمسا حزب الحرية أعتقد اليوم أنه يلعب على الوتر الحساس للعديد من الناخبين للعديد من المستئين يعني لو نظرنا يوجد خبر في الأمس السيد منضوح أو أول أمسا أو في صراحة وزيرة الاندماج تطالب بمعايير للثقافة النمساوية ولإدماجها بالثقافة النمساوية وخاصة لللاجئين وإقامة ثقافة مشتركة شيء من هذا القبيل فشو بطلع بإله حزب الحرية كمان اتهم آخر بإله أنت تنتهجين سياسة قوس القزح يعني تحاولين أن تكرس سياسة الاندماج وفي نفس الوقت تجاملون جماعات الإسلام السياسي وتدعمون جمعياته طب هذا الكلام هل يأتي من فراغ عندما يقوم رئيس حزب الحرية أو غير اتفقنا ما هو مختلف ناس نحن نناقش معلومات عما نناقش نحن معلومات هل هذا الموضوع هل هذا الموضوع جاء من فراغ لم يأتي من فراغ حتما لم يأتي من فراغ أن هنا النمسا فعليا يوجد العديد من جماعات الإسلام السياسي المدعومة والمغطاط بغطاء القانون النمساوي وقانون الجمعيات وقانون حرية التعبير وقانون التبرعات وهذه الأمور في نفس الوقت من الجانب الآخر الآن من الجانب الآخر اليوم أستاذ منضوح نحن اليوم بالمطلق نحن متفقين مع أهلنا في غزة وما يحصل ضدهم من هذا العدوان الغاشم الذي فعلا لا يفرق لا بين بشر ولا حجر ولا كبير ولا امرأة ولا طفل ولا شيخ ولا حمساوي ولا غير حمساوي ولكن في نفس الوقت من يستنكر هذه التصرفات ولا يستنكر ولا يستنكر ما فعلته حماس انبطاح قادة حماس على أقدام الاحتلال الإيراني الذي يحتل سوريا ولبنان والعراق وجزء من اليمن وإضافة إلى غزة صراحة لا يحق له الكلام ولا يحق له التعبير كان فيه زيارة الإسماعيل هنية مع المش طبعا أكيد اليوم من تسبب من قتل اليوم سنة أكثر من 30 ألف غزاوي حتما هي إسرائيل ولكن من أعطاها الإذن هي حماس نعم وذا يمكن ده المفارقات أن هم بيطلبوا دايما أو بيشكوا إلى المجتمع الدولي لكن ما فيش حد قادر يقول لحماس لازم تلتزموا بالمفاوضات لازم يكونوا في نهاك تنازلات سيد الكريم قرار حماس ليس بيدها حماس ليست صاحبة القرار القرار في طهران القرار في قم اليوم تعتقد أني زيارة إسماعيل هنية أكاد أجزم لا يوجد قرار لدى حماس يعني يقول إسماعيل هنية هؤلاء ليس لديهم أي قرار لأخذ الإذن إذا كانوا يوافقوا أو ما يوافقوش 100% اليوم المهمة عنجزت 80% من غزة دمرت 35 ألف شخص من فلسطيني في غزة قتل المهمة أعتقد أنجزت ولكن لربما يوجد هناك توابع ولكن حماس قامت بما لا تستطيع بما يستطيع بما يستطيع أعداء فلسطين مجتمعين عملهم في غزة نعم